مؤخراً تقنية الذكاء للصناعي بتاريت تنتشر وتتوسع بشكل كبير جداً وبقينا نشوفها بشكل أساسي في معظم تطبيقات الكمبيوتر الحديثة وبشكل خاص تطبيقات الجرافيك ديزاين اللي اتطورت بشكل كبير جداً الفترة اللي فاتت وبقينا نشوف منها برامج متطورة مزهلة مكهنتش موجودة قبل كده واللي قلب الموازين في مجال الجرافيك ديزاين وخلق كل الناس تفكر هل البرامج المتطورة دي ممكن تحل محل المصاممين والجرافيك ديزاينرس في المستقبل ولكن بعيداً عن الجانب السلبي أدوات الذكاء الاصناعي الجديدة دي ممكن فعلاً تساعد الجرافيك ديزاينر في إنجاز مهام كبيرة في ثواني واللي كانت ممكن تاخد منهم ساعات وأيام في الماضي وبتفتع أفاق جديدة للفنانين وبتساعدهم على الإبتكار وتطوير وهو ده الجانب المشرق اللي لازم كلنا نركز عليه في حلقة النهاردة هنستارد مع بعض الأدوات الظريفة جداً اللي بتستعمل تقنية الذكاء الاصناعي في تحويل الاسكتش أو رسومات اليدوية إلى الصور الحقيقية أو وقعية وبصراحنا حبيت تركز في حلقة النهاردة على هذا الموضوع لأن هذا مثال حي لإزاي ممكن تقنية تقنية الذكاء الاصناعي يساعد فعلاً المصاممين والفنانين على الإبتكار والتطوير نبدأ بشرح أدوات بسيطة وبعد ذلك هنتكلم عن أدوات أكثر تطويرهم فخليكم معنا لآخر الفيديو لأن أكيد ستستفيدوا أول وأبسط أداة هنتكلم عنها هي أداة Scribble Diffusion وأداة Scribble Diffusion هي Open Source Project أو مشروع مجاني مفتوح المصدر موجود على الإنترنت أو متاحة لإنترنت ممكن تدخل عليه من أي براوزر من خلال كتابة ScribbleDiffusion.com وهسيب له اللينك طبعاً في التفاصيل أسفل الفيديو والأداة دي هو واحدة من الأدوات الكتيرة اللي بتاحها شركة على الإنترنت المستخدمين عشان يجربوها ويستفيدوا منها واللي معمولة باستخدام تقنية وكنا كلمنا على أدوات تانية خاصة بشركة هتلوقف اللينك اللي فوق بتقدر تعالج وتعدل وتصلح السور باستخدام تقنية الزكاة الاصطناعية لبسات الأداة دي تتحول أي شغبطة رسومات إلى صور معدلة شكلها واقعي من خلال ضغط زر واحد باستخدام تقنية الزكاة الاصطناعية كل اللي عليك اللي انت بتعمل شوية خطوط للصورة اللي انت عايزها ويتمده ببعض الكلمات في البرومبت وبتدوس جينريت والأداة بتشتعل بتعملك صورة مطابقة للي انت رسمه مع الوصف اللي انت مديت الأداة بي فالأداة بستخدم السكتش اللي انت رسمته مع الوصف اللي انت أمديته من خلال برومبت في عمل صورة واقعية قريبة من اللي في خيالك والموضوع ده مفيق جدا لأن فيه ناس فعلا ممتعرفش تعبر على اللي في خيالها فممكن أداة زي كده تساعدهم فعلا اللي هم بيرسموا حاجة ورغبة جدا من اللي في خيالهم ولو فكرنا مع بعضها ممكن أداة بسيطة زي دي تقدر تنمي مهارات الأطفال في فن الرسم والإبداع والتصوير وقد خليهم يبتليوا استخداموا تكنية الزكاة من خلال تجربة عملية حقيقة ببساطة جدا روحت للأداة ورسمت صورة وكتبت في البرومبت اللي تحت ده بحيس يعمل لي بشكل ملون أول ما خلصوا دوسع زرار جنريت من خلال ضغطة زر واحدة قدر يعمل لي الصورة اللي انتم شاهدينها دي صراحة حاجة مبهرة وخصوصا الرسم بتاعي مش واضح قوي يعني الرسمه طبعا عن طريق التراكباد بتاع اللابتوب ولكن لو انتم استخدمتم آي باد مثلا أو فيه آي ديفايس في سمارت بن الرسم بتاعكو هيبقى أوضح شوية وأكيد النتيجة الأخيرة هتبقى أحسن بكتير ولكن في ميزة بسيطة مش موجودة في الأداة دي الميزة الإضافية اللي نشوفها في الأداة التانية الأداة التانية معنا النهاردة هي أداة متطورة جدا طبعا عن أداة وهي أداة أكيد كتير منكم يعرف أداة أو جربها قبل كده أو على الأقل سمع عنها باختصار أداة من أدوات المتخصصة في معالجة باستخدام الزكاة اللي زهرت مؤخرا على الساحب والتي تعتبر منافس قوي لتطبيقات كبيرة جدا لتوليد الزكاة اللي زي تطبيق شهير وكنا اتكلمنا عن تطبيق في حلقات كتيرة قبل كده اللي هتلاقوها في اللينك اللي فوق وشرحنا زي نقدر نوالد بيه صور احترافية بطريقة سهلة وبسيطة مؤخرا تطبيق أداة شوية أدوات إضافية لتعديل ومعالجة الصور من ضمنهم أداة اسمها واللي بترى تحول الخطوط والرسومات إلى الصور وقعية أو حقيقية كل اللي بتعامله اللي انت بترسم رسمة بسيطة جدا عن الصورة اللي انت عايز تكونها وبتمدي البرنامج بشوية كلمات بتعبر عن الصورة دي وفي أقل من ثانية بتلاقي البرنامج خد الصورة اللي انت رسمتها مع شوية الكلمات وعملك صورة وقعية حقيقية وبتقدر تتحكم في وقعية الصورة عن طريق بتاع والتطبيق بيتحلك مجموعة من الفلاتر الكتير اللي ممكن تغير فيها وتغير لك في شكل وطبيعة بالإضافة أن أداة بتقدر تديك صور احترافية وشكلها عن أداة أداة كمان بالدعم اللي انت ترفع بتاعتك وتبتلي تستخدمه بشكل مباشر جوا التطبيق كممثال كان عندي بشكل سهلس جدا على التطبيق وبتقدر تستخدمه علشان أعمل صورة وقعية من بشكل سهل جدا زي ما انتم شايفين النتيجة عامنا ازاي بصراحة حاجة خرافية فممكن حاجة زي كده نستخدمها اللي احنا نرفع بتاعت الأولاد اللي بيرسموها ونحولها لصور حقيقية وقعية زي ما احنا شايفين وممكن كمان نفس الفكرة استخدمها لتحويل اي سكيتش لبرودكت او منتج لصورة وقعية او حقيقية بكل ثلاثة ثالث أداة معنا النهاردة هي أداة والأداة دي متميزة جدا في موضوع أو تحويل السكيتش الى سور باستخدام تقنية الزكاة السناية والتطبيق ده بيحتوي على مجموعة من الأدوات الخطيرة بصراحة اللي بتقدر تعمل سور باستخدام الزكاة السناية بتقدر تعمل هنا بتقدر تحول كمان السور لفيديوهات وبتقدر تحول السور لسكيتش وحاجات اكتر من كده بكتير ولكن احنا نركز بشكله اكتر على الاداة اللي جاذبتني بصراحة اللي بتقدر تحول السكيتشات الى سور بطريقة مميزة جدا لان انا بصراحة شاف الاداة دي في حتة ثانية بتقدر تحول الرسومات الهندسية والمعمارية لصور فعلا حقيقية بكل بساطة الامر اللي كان بياخد من الجرافيك ديزاينرز وقت كبير جدا عشان يعملوه والاداة دي بتقدر تشارع على الامثلة مختلفة كتير جدا زي مثلا السكيتش بتاعت المنتجات ممكن تحولها لصور حقيقية بسهولة جدا ممكن في مجال الازياء والفاشون بترسم بها موديلز وتقدر تحولهولك لشخص او واحدة شكلها حقيقي فعلا رسومات الادوار والمباني الداخلية وتصميم الاساس كل ده بتقدر تحولهولك برضو وكمان ممكن تقدر تشارع على الرسومات الكارتونية للأسف الاداة دي مش مجانية ولكن بتديك تين كوينز بتجرب وتجرب بهم البرنامج زي ما انت حابب وبيتجدده كل شهر وطبعا لو حصلت الاداة دي مفيدة وممكن تفيدك في مجال عملك ممكن طبعا تأبجريد للبرو فيرجنز ولأعتقد التكريفة بتاعتهم بسيطة مش غالية خلص ولكن في النهاية انا حبيت استعرض الاداة دي عشان اواريكو الزكاء الاصطناعي رايح فين وازاي يبتدأ يفتح لنا افاق جديدة للبكار والتطوير زي ما المثل بيقول لك وارك سمارت نوت هارد واشوفكو في الفيديو الجاي اتمنى الفيديو بتاع النهاردة يكون عجبكو ويكون استفدتو حاجة جديدة لو الفيديو عجبكو ندوس لايك او نعمل السبسكرايب في القناة عشان يجيناك كل الفيديوهات الجديدة ان شاء الله وارضاء الشير برضو لنشر المعلومة والعلم في البيتل ده واشوفكو في فيديو جديد مع او تعلم تكنولوجيا مع محمد الاصام اشتركوا في القناة